يا الخير على اخواتي دلوقتي جماعة نتكلم في حاجة مهمة جدا وهو ان الكرة واخدنا في حتة مش كويسة خالص. هحكي لكم موقف بس بالنسبة لحاج اللي قدامكم ده اسمه اكرم لطفي. الحاج ده من الشرقية اه بعد مباراة السوبر اه بتاعة الاهلي والزمالك. بعد ما شكبالة ضيع طوله الكرة. مجرد اجماعة ما ضيع الكرة ويقشناه وسده الكرة. اه عم اكرم لطفي توفى في الحال جاله سكت قلبية ده من كبير مشجع الزمالك. مات ليه? مات بسبب ان هو منفعل جدا بسبب الكرة وبسبب ان الزمالك خسر. فازاي دي الاول والاخر مجرد لعبة مجرد لعبة بنستمتع بيها بنحبها ولكن انها تاخدنا اه ان احنا نتعصب ان احنا يجي لنا مرض مش كويس او ان احنا نتوفى ضغط والسكر وكلام من ده او يجي لنا جلطة. ففي ده يا الكرة جماعة. بجد والله حاجة صعبة جدا. ولياريت كلان ادعالوا بالرحمة والناس اللي بتتعصب تاخد بالا انها ما تتعصبش قوي. لان ممكن بالفعل يحصل الله زي الحاجة اكرب وربنا ارحمه. اه تاني شيء لازم اتكلم فيه بالنسبة لجمهار الزمالك. برضو اه الكرة واخدها في حتة وحشة. والتعصب واخدها في حتة وحشة. هو مش موت ولا مرض ولا حاجة. ولكن اه ان جمهار الزمالك زي ما تسمعوا دلوقتي يا جماعة. كلهم اه يعني بيتمنوا خسارة اه نادي الاهلي. تسمعوا كده بعينيكم. انا ما اتوقع منشي العين تلاتة صفر. اتمنى العين ببورjuk. بغتة لصر برضه على الانتماية. ان شاء اللهم الاكس. إن شاء الله باهбы. بإزني الله بإزن الله الطمدة صفر للعين في قلب القاهرة. حطه على امخه. اتن الله بإزن الله أثنين صفر للعين بإزن الله وراء هذه العين بستعدة القاهرة. ورجل المباراة بندل الاحباط هي شكل كلام. اه بالطبيعي من الاساسي يها انا ان شاء الله العين سفين رحيم هيجيم اتنين. اتنين. سفين رحيمي. إن شاء الله إن شاء الله سوف يجب أن يكون الناس اللي هيكسب الناسك شيء مش كويس خالص شيء مش مشرف يعني على الإطلاق لما واحد مصري زي وزيك يطلع قدام الشعب الإماراتي أو عمتا يعني ده فضايحة جماعة بصراحة يعني حاجة ما تشرفش إن هم يطلعوا طب معلش المزيح اللي جالك وقالك تتمنى تفوز العين الأماراتي ولا الأقلي تطلع تقول أتمنى إن العين الأماراتي يكسب طب هو عايز ياخد تريند على حسك تطلع عليه وتخلي شكلك وحش قدام الناس كله قدام العالم العربي كله مو أنت بتقلل من قيمتك وبتقلل من قيمة مصر مو أنت بتمثل مصر أنت بطاقتك مكتوب على مصري بتشجع نادي مصري فما تخليش التعصب ياخدك لحتة مش كويسة فالمسأة الأول بتاع الحاج اللوطف ربنا نرحمه توفى عشان خاطر بتعصب واخد الأمور على عصابه إنما أنت برضو عندك يعني شيء مش كويس وعندك مشكلة كبيرة يعني لازم تبقى راكي راكي إزاي؟ راكي إنك أنت تبقى نازيه في تشجيعك بتشجع فريقك وصد فريق بلدك ما فيش مشكلة إحنا مننا في بعض الداخل ما بيننا خارج إنما لما فريقي سواء أهلي أو زمالك يلاعب فريقي في كرة تانية فلازم كلنا نبقى مع بعض لأن في الأول والآخر الإنجاز ده هيتكتب بإسم نادي مصري لازم الناس تفهم الحتة دي في ناس كتيرا مش فهم الموضوع ده فما تخلوش التعصب ياخدكم لحتة مش كويسة مباراة بكرة مباراة مهمة جدا يا جماعة آآ كويس إن هي على أستاذ آآ القاهرة القرى عجبت إنها تبقى على أستاذ القاهرة تبقى في آآ الساعة التامنة مساء آآ مباراة العين الأماراتي بطل أسيا مباراة الأهل المصري بطل أفريكيا مباراة تبقى صعبة جدا نادي العين الأماراتي نادي مش قليل نادي ليه تاريخه آآ بطل أسيا طبعا يا جماعة والأهل طبعا مش قليل ويلعب وسط جمهوره آآ النادي الأهلي المصري آآ واخد ساعة الاستاذ بالكامل جماهير آآ النادي الأهلي تقريبا ما فيش لألفين ثلاثة من جمهور العين الأماراتي فهما مستقلين بنا يعني شفتنا كازا حد من عندهم بالنسبة لإعلاميين يطلع يقولك احنا نغلب الأهلي في عكر دارهم ومش هنغلبهم عادي لأ دا احنا هنهنهم بكرة فبصراحة أنا مستغرب برضو ان هما يعني واسقين في نفسهم أو كده لأن الأهلي مش قليل والأهلي نفسه مفتوح يعني لسه طبعا واخد بطولة الصوبر آآ المصري من النادي الزمالك فالنفسها مفتوح لأن طبعا كان في ضغط على لعبي آآ الأهلي بعد الخسارة في مباراة الصوبر آآ الافريكي من الزمالك كانت ضربة الجزاء برضو يا جماعة وكان آآ الجماهير ما تقدش راضي على المستوى ولا راضي على أنها تخسر بطولتين وراء بعض فالأهلي يعني صالح جمهور زي ما بيقولوا كده في خبر برضو يا جماعة مهم جدا عايز أقوله بالنسبة لمحمود كهربا كلنا عارفين أنه كان واخد مليون جنيه غرامة وكما وقوف المليون ده محمد رمضان وعد اللعيبة اللي برأت انه روح تستسماحه أنه هو يقل الغرامة شوية تلاتين في المية لا قال لهم أنا هقللها خمسين في المية لو كسبتم وبالفعل كسبوا جماعة فبالتالي الغرامة على كهربا الوقتي آآ نص مليون جنيه يعني خمسمائة ألف جنيه مصري طبعا آآ مشكلة مش في الفلوس الوقتي الخبر الأحلى بقى أنه الكهربا هيبقى موجود بكرة في القايمة يعني دمه للقايمة يا جماعة ورجع وبإذن الله آآ هيلعب بكرة احتمال بنسبة كبيرة لأن كهربا اتمرن لما رجع من كاس السوبر آآ المصر اللي هو ما لعبوش طبعا أمام الزمالك لا هو نزل برأت مرن جامد وطبعا آآ واخد راحته مرتاح ما فيش إجهات طبعا في الماشي الأخير فبنسبة كبيرة ممكن يعني كولر مجنون ممكن يعمل لأنه عملها في الماشي بتاع السيراميكا كلوباترا وينزل آآ كريم ندفد أساسي فليه ما ينزلش كهربا أساسي ممكن نشوفه بنسبة كبيرة جدا وأنا يعني متوقع كده كهربا العيب علي جدا كهربا آآ بإذن الله مع الشحات ممكن يعمل دويتو كويس جدا فهو ممكن ينزل بديل وممكن ينزل أساسي الله أعلم كولر مجنون أنا بقول لك أي حد متوقع التشكيل أقول لك توقعاتك مش هتبقى في محلها لأنه كولر بيعمل في دماغه ومش كل مرة بتلاقي التشكيل هو هو مباراة تبقى صعبة جدا يا جماعة آه على أرضنا ولكن نادي العين الأمراضي مش فريق قليل آآ نرجع تاني لنقطة التعصب يا جماعة بلاش الناس تعصب خلي قلبك حالو نهاردة عندي بكرة عندك ليه لا ممكن السنة الجاية نشوف في المكان ده هشجعك والله وهلبس شرتك ما فيش مشكلة ما عندش أي مشاكل أو ممكن هلبس شرت الأقلي وابقى في المدرج آآ بشجعك ما فيش أي مشكلة إنك إنت الأول والآخر مصري الناس يا جماعة تبقى راكية الناس تتعلم من أوروبا وتتعلم من دول الخليج ما فيش التعصب ده ما بتوصلش المرحلة دي بتلاهم بيقطعوا بعض داخل الكرة أو داخل الدولة ولكن خارج دولتهم هيلعبوا فريق آآ غريب فممكن يعني ما يروحش يشجعك ما فيش مشكلة بس مش هيدرك ولا هيئزيك ولا هيطلع يستفزك. فلازم الناس تبقى راكية شوية في التشجيع وما تاخدش الأمور على عصابها وتقول لي آآ توقعاتها في ماتش بكرة. يعني الناس صلى عنها كده في التعلاقات ولو عملش اشتراك كده يعمل اشتراك لايك للفيديو ده ويقولوله في التعلاقات آآ بكرة بإذن الله الماتش ده توقعاتك ويخلص كام كام. أنا بتوقع بإذن الله لها اللي ممكن يكسب آآ اربعة واحدة.